بعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح أسيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى المولد النبوية الشريفة وأكد وزير الدفاع في برقية التهنئة أن رجال قوات المسلحة يؤكدون تمسقهم بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم والاقتضاء بسيرتها التي تعلي من قيم الإنسانية وتحط على السعي والجهاد من أجل البناء وحماية الأوطان ماضين بكل شجاعة وإصرار في تنفيذ المغام والمسؤوليات التي توقل إليهم لتظل مصر وقواتها المسلحة ضرعا قويا لشعبها وسندا لأمتها العربية والإسلامية وكافة الشعوب الإنسانية كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة ببركية التهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة وبعث وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب قوات المسلحة بعث ببركية تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفت الجمهورية هذا وأصدر الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان توجيها لتهنئة القاضة والضباط والضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال قوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف